شكرا جزيلا يا كريم لكن الحقيقة اهم حاجة قالها كريم في هذه المقدمة الكبيرة الحقيقة ان مباراة مباراة مهمة جدا وعودة احمد فتحي ووليد ازارو ايضا ملعب المباراة ملعب المباراة زي ما حضراتكم عارفين هو ملعب بيترو سبورت ملعب بيترو سبورت انا لا انتقد الحقيقة كل المسؤولين عن ملعب بيترو سبورت ولكن كل المباراة تقريبا سواء للاهل او للزمالك او لانديها كثيرة جدا بتلعب على ملعب بيترو سبورت وبالتالي الملعب ده جماعة محتاج أنه هو يريح شوية أنا عارف أن في الفترة اللي جاية زنق فيه أشياء كثيرة جدا سواء فيه ملعب اللي هتتقفل عشان البطولة الأفريقية أو بطولة الأومة الأفريقية أو حاجات أخرى ولكن الملعب ده محتاج أنه هو يتقفل شوية لأنه وإحنا عاديين بنتفرج مبارح على المباريات اللي بتلعبت على ملعب بيترو سبورت الحقيقة الملعب أرضيته صعبة جدا 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 أنا لا يكون في عن كل المسؤولين اللي موجودين في نادي أمبي والمسؤولين على ملعب بيترو سبورت ولكن في النهاية هو ده الوضع وهو ده اللي إحنا لازم نشوفه ولكن لازم نحط أرضية الملعب في الحسبان دايما وإحنا بنتكلم مع حضراتكم عن الأشياء اللي إحنا شايفينها قد تكون مؤثرة بشكل سلبي على فريق نادي الأهلي ده ما بنقولوش عشان يبقى فيه تبرير لأي شيء ولا حاجة كده ولا كده ولكن احنا بنقول لحضراتكم أن أرضية الملعب هي أرضية سيئة أنا آسف جدا أن أنا بقول هذا الكلام ولكن هذه الحقيقة هذه الأرضية هي أرضية ليست جيدة الملعب نادي بيترو سبورت ملعب رائع وكل شيء ولكن ضغط المباريات اللي عليه كثير جدا جدا خلال هذه الفترة حضرتك لو عندك حتة نجيلة قدام بيتك وبتمشي عليها رايح جاي بتبقى الأمور فيها بتلاقي بازت بعد شهر ولا حاجة فما بالك بقى مباريات وتمرين ومباريات فريق واثنين وثلاثة واربعة بيلعبوا على ملعب بيترو سبورت اللي يكون فيه هنا كل القائمين على ملعب بيترو سبورت لكن في النهاية أنا متأكد إن شاء الله أن النادي الأهلي سيستطيع أن يتجاوز كل هذه الصعوبات آه صعوبة طبعا عايز أقول لحضراتكم طبعا الملعب وأرضية الملعب بتمثل صعوبة على فريق نادي الأهلي إن النادي الأهلي من الفرق اللي بتلعب على الأرض اللي عايزة ملعب كويس وعايزة ملعب واسع عشان تلعب عليه وعشان تتحرك عليه فعشان كده أنا بقول لحضراتكم إن أرض ملعب بيترو سبورت هي أرض اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي هي ملعب ليس جيد الملعب مش كويس الحقيقة في هذه الفترة معظم ملعب مصر في هذه الفترة بتبقى مش جيدة ولكن إن شاء الله الشهر الجاي على الشهر اللي بعده تبقى الأمور جيدة لإنه احنا في النهاية بنتكلم في شيء في مصلحة البلد كلها قبل مباراة كاس الأومة الأفريقية يجب أن تكون كل الملعب إن شاء الله إن شاء الله على قدر المسئولية إن شاء الله يعني وبقى في الآخر يتم اختيار الملعب سيتم سواء التمرين عليها من الفرق اللي هتبقى موجودة في كل المجموعات الأربعة اللي هتبقى هنا في مصر أو ملعب المباريات